كيماليوم عسليم ومرحبا بكم من نسل كل كيماليوم للهار 28 نوفمبر عام 1943 إنيقاد أولى جالسات مؤتمر طهران عام 1960 موريطانيا تحصل على الاستقلال رسميا من الاستعمار الفرنسي عام 1971 اختيال رئيس الوزراء الأردني وصف التلة على يد منظمة أيلول الأسود في القاهرة نواصل مع نفس التاريخ 28 نوفمبر عام 1974 بداية الحرب الأهلية الأثيوبية عام 1988 رئيس العراقي صدام حسين يقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليها الرئاسة عام 1994 استفتأ عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وكانت النتيجة رفض الانضمام 28 نوفمبر 2010 إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2011 إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري وهي أول انتخابة تشريعية تشهدها مصر ونختم بعام 2019 وين المجلس السيادي السوداني يجيز مشروع قانون يقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير كانت هذه كيماليوم الموافق لنهار 28 نوفمبر كيماليوم